نحسب طول نصف قطر هذه الدائرة لدينا دائرة والرسم واضح نريد حساب نصف القطر طبعا هذا المركز إلها لنحسب نصف القطر نقوم برسم خط مستقيم من المركز إلى طرف هذه القطعة بهذا الشكل هذا الخط اللي رسمناه هو نصف القطر هذا هو R وهو نصف القطر الآن القطعة هاي الجزئية هاي رح تكون ثمانية ناقص R لأنها كلها ثمانية وفي عندي أنا هاي الجزء هذا الجزء كمان R إذن هذا بدي يكون ثمانية ناقص R تمام الآن أصبح عندي الوتر بالمثلث القائم R هذا الظلع ثمانية ناقص R وهذا الظلع أربعة نروح نطبق نظرية في ثغورس ونقول الوتر تربيع R تربيع الوتر يساوي الظلع الأول تربيع اللي هو ثمانية ناقص R تربيع زائد الظلع الثاني تربيع اللي هو أربعة تربيع الآن نقوم بفك القوس نقول R تربيع تساوي كيف فك هذا؟ في عندي قاعدة بتقول أنه A ناقص B كله تربيع يساوي مربع الأول A تربيع ناقص ثنين في الأول في الثاني ثنين A B زائد مربع الثاني B تربيع ولو كانت زائد بدلا ناقص يعني هاي زائد هاي بتكون زائد وهاي دايما زائد طيب الآن بنفك هذا القوس وفق القاعدة اللي ذكرناها مربع الثمانية أربعة وستين ناقص ثنين في ثمانية في R ستاش R زائد مربع الثاني R تربيع هذا اللي حطينا هذا هذا مفكوك القوس هذا مفكوك هذا القوس شو بقي عندي زائد أربعة تربيع اللي هي ستاش الآن نقوم بطرح R تربيع من الطرفين بيروحوا يعني بيظل هنا صفر وننقل الـ 16R جاي سالب أو نضيف هنا 16R وهنا زائد 16R المهم أو ننقل كما تعرفوا أنتو الآن تصير 16R تساوي 64 زائد 16 بيطلع 80 نقوم بعملية القسمة قسمة 16 قسمة 16 تطلع R تساوي 5 إذن